بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصحبة لها أثر عظيم في سلوك الفرد ومن ثم سلوك مجتمع فكلما كانت الصحبة لأهل الصلاة كلما كان أثر ذلك هو صناعة الخير والجمال وكلما كانت الصحبة لأهل الفساد كلما كان أثر ذلك هو صناعة الشر والقبح من هنا يجب أن تكون المصاحبة لمن كان له فضل في الدين والعلم والأخلاق لأن للمصاحبة تأثيرا عظيما في تناول القيم في اكتساب الفضائل والأخلاق في التشكيل بالتعبئة المعرفية وبناء العقل والفكر وصناعة الوعي ذلك لأن كل صاحب إنما تنطبع نفسه بما يراه من أخلاق وسلوكيات وأفعال وأقوال عند صاحبه فيأخذ منه ويتأثر به من هنا نستطيع أن نعطي الوصف اللائق لكل فرد بناء على صحبته فتحسن وتصلح أخلاق الفرد كلما كانت صحبته لأهل الصلاح وتفسد أخلاق الفرد كلما كانت صحبته لأهل الفساد الصحبة عزيزة والصحبة عظيمة والصحبة دلالة على قيم البر والوفاء والنبل والمروءة لذلك إذا ذهبنا إلى كتب المعاجم نجد أن للصحبة معاني كثيرة وفيرة فهي تطلق على المقاربة والملاءمة وتطلق على المؤانسة والمجالسة ويراد بها الألفة والرفقة الرفقة هناك معاني كثيرة تتقلب فيها مفهوم الصحبة من هنا فإن أعظم علاقة في هذه الدنيا هي علاقة الصحبة ولذلك الذي لا يستطيع أن يكتسب هذه الصحبة فهو ليس بعزيز في هذه الدنيا والذي يضيع الصحبة الصالحة كذلك فقد الكثير لمعاني الصحبة الصحبة الصالحة لها الكثير من الفضل والخير عند الله سبحانه وتعالى حتى إن أهل النار أنفسهم كما يقول سيدنا جعفر ابن محمد رضي الله تعالى عنهم ولعظم قدر الصديق عند أهل النار تجد أن الله سبحانه وتعالى قال عنهم حاكيا عن حالهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم الشرع الشريف وضع بعض الآداب في طريق الصحبة من هذه الآداب المحبة والمودة ويجب أن ندرك أن هناك فرقا عميقا بين المحبة والمودة المحبة سلوك نفسي مشاعر داخلية أنا أحب صاحبي أحب صديقي أرجو له الخير المودة هي السلوك العملي لهذه المشاعر الداخلية فكأن المحبة هي سلوك داخلي والمودة هي سلوك عملي أي ترجمة لهذا السلوك النفسي فإذا كنت تحب صديقا له فحاول أن ترسق هذه المحبة عن طريق المودة له عن طريق قيم البر والوفاء عن طريق قيم التواصل والتراحم والإنسانية فلا تميز نفسك عليه ولا ترضى بأن يكون أقل منك في شيء بل يجب أن تحب له ما تحبه لنفسك وهذا هو عين الكمال في الإيمان بنص كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولذلك في إحياء علوم الدين يذكر لنا الإمام الغزلي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعض الآداب في طريق الصحبة في طريق المودة في طريق المحبة فيذكر منها مثلا أن تسلم عليه إذا لقيته أي على صاحبك وعلى صديقك أن توسع له في المجلس أن تدعوه بأحب الأسماء إليه ونحن نحفظ كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبرنا عن هذين الاثنين الذين أحب بعضهما في الله المحبة ليست عن حاجة وليست عن غرض شخصي وليست عن مصلحة بل هي في الله ولله وبالله ما هو الثواب أنهما في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى بل بيّن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما تحاب ثمان في الله إلا كان أعظمهما أجرى أشدهما محبة للآخر أي على قدر محبتك لصديقك على قدر ما يكون الفضل والجزاء والخير من الله سبحانه وتعالى لك من الآداب أيضا النصيحة في طريق الصحبة هناك نصيحة وهناك فضيحة وبينهما الستر النصيحة إرادة التغيير والفضيحة إرادة التعيير وبينهما الستر فالنصيحة فوق الستر والفضيحة تحت الستر أي أدنى من الستر إذا كان المطلوب من كل إنسان مننا أن يتسم بقيمة الستر وأن يستر عيب أخاه إلى غير ذلك فمن باب الصحبة الصالحة أن تكون صاحب نصيحة ما معنى النصيحة؟ أي أنك تريد له الخير وأنك تريد أن تحفظه من الشرور وأن يقع في غير ذلك من المعاصي أو في الآثام أو في صناعة الكبح والفساد فإذن النصيحة دلالة على صديق يحب صديقه ويحب صاحبه ويرتفع به عن الرذائل ويسم به إلى الفضائل وغير ذلك كثير إذن الصحبة عزيزة ومن عجز عن هذه الصحبة فقد خسر الكثير من الفضل والخير من الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم